السلام عليكم الولاد ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير هاني جيتكم في فيديو جديد بدرس مهم جدا من اهم دروس على البرنامج كامل اللي هو ظاهرة الايتيزان الولاد هادا كنتنا وينديروا امرو العطلة بعد بزيف تلميذ قالوا اوش يخضرناه في اللي سي ملاي احنا نقدمه قد شوت على الفصل ثاني قد شتلم يضم مركزين على انهم يكملوا الفصل الاول دروس اللي يخصوهم كل واحد واش خصوه يسيركز بش يكمل الفصل الاول وليه يكمل الفصل الاول ام حاجة يزيدها وشنو هي ظاهرة الالتزام لجميع الشعب شوفوا الولاد هذا محور فالليسي قويل يقسموه على ثلاثة وحدات الوحدة اللولة يقول لكم ظاهرة الالتزام في الشعر العربي المعاصر يقروا لكم نفهم الالتزام عموما ويزيدوا مراها محورين هما في الحقيقة تابعين له لهي الثورة الجزائرية والقضية الفلسطينية نزيد نعطيكم معلومات قد تساعدكم في هذا الدرس التانيك في تاريخ وجغرافيا روحوا تبعوا في اليوتيوب ولا في الدروس ولا في الكتابات تبعوا رأسكم روحوا قرأوا الطبرة الجزائرية والقضية الفلسطينية في التاريخ إذا قرأتوا هذه القضية في التاريخ تقافة ديالكم في الموضوع يزيد زيد والتحليل ديالكم للنصوص الشعرية يقوى معناه يقول لي ما نفهمش يمكن يكون عندك معلومات تاريخية هيعونك هذا على فهم وان على بالي باللي راكوا أقوى في الطورة الجزائرية كثير من في القضية الفلسطينية أولا جزائريين المصطلحات التي كان في الطورة الجزائرية شفين عليها أما القضية الفلسطينية أغلب تلميذ لاحظهم ضعف وسألت الأساتي دات التاريخ قالوا لي بالقضية الفلسطينية هي قضية صح فصل الثالث بصح ما يقرأوا هاش مجيش بزف الباك على بي أغلب تلميذ نهامرينها يولاد بسم الله توكلنا على الله واشنو هذا الالتزام يو فيه زوج كلمات لازم نحلوه في زوج كلمات قبل ما نبدأ ونشوفوه واش فيه الدرس الالتزام واش ما عندها شام عندها واحد ملتزم احنا يا بالدرجة كنقولوا هذا ملتزم ما عندها مدية صح او ملتزم باش ملتزم بالدين صحنا في الأدب العربي كنقولوا ملتزم نقصدو الالتزام بالدفاع عن قضايا الوطن ما نقصدوش ملتزم بالدين كنقولوا ملتزم نقصدو ملتزم بالدفاع عن قضايا الوطن اذا شكونوا الشاعر الملتزم هو ليلتازم باش يدافع عن قضايا الوطن ذو كاشكون هو الوطن بلاده مبارك زعم مفدي زكريا يدافع عن جزائر لا المقصود بالوطن هو الوطن العربي يعني مفدي زكريا لما يدافع عن جزائر ملتازم ولما يدافع على تونس ومروك وماصر وفلسطين والعرب كذلك ملتازم إذن الالتزام هو الدفاع عن قضايا الوطن هل اسموها ظاهرة أبوك شمع انتها ظاهرة فعناه ما هو شعر وما هو شنطر وما هو شغرط شعري وما هو شنطر نثري وإنما هو ظاهرة أدبية نقدية تدخل في كامل الأغراض الشعرية والأدبية واش معناه؟ معنتها الالتزام تقدر تلقاه في الشعر كما تقدر تلقاه في المسرح كما تقدر تلقاه في النظر كما تقدر تلقاه فقالفونون ظاهرة أدبية عمت الأدب العربي بشعره ونظره بس أنتم ما كنت قرأوا عليها في ظاهرة الالتزام في الشعر العربي المعاصر ولكن جماعة هذه أول فكرة الإلتزام جميعا يجب بزاف الضاق و بزاف العفايز ومشي فكرة صنظار هكذا يا تهدر على الزير على فلسطين وجيرايخ بعد تعريف رواد خصائص والسالة الإلتزام لازم تستفاد مني لماذا؟ لأنه فيه بزاف العفايز أول حاجة هذه هي شوف العفسة الأولى ما ركي عندك جماعة هذه العفايز هذه العفسيس هدوها الإزازتي هدوه لازم يتماركوه في براسة باين دلهم لون ولا حاجة واشنوه؟ الحيلة الأولى ليعلمها لك الشيخ قلت لك هل الإلتزام يجي غرف الشعر؟ الجواب لا يقدر يجي ما قال مسرحية موضوعها سياسي والدافع الجزائر هاي نشوف أفطار ذا لو كان يكون واحد كاتب نظر ما قال ولكتب رواية يدافع عن الوطن حقق مفهوم الإلتزام ولا لا لا حقق مفهوم الإلتزام إذن هو ملتزم ولا لا لا ملتزم أكيد فهمناها الأولاد ولكن احنا نقراه عن الالتزام في الشعر يقدر يجي أحيانا ما قال يتكلم على الالتزام والصارات في الباكالوريا وبإذن الله بعد الفيديو ونجيبكم هاد ليس يجي طالباكم ونحطهم في الجروب الجروب سواء على الجروب تاليجرام ولا جروب تاليجرام صحة مفهوم مجمعنتها ظاهرة الالتزام هي أنه الشعراء والأدباء عموما كان يدافع على أوطانهم بشعرهم ونثرهم وبفنهم عموما لو كانت تلميذ راهو دار تمهيد هايل علاش لازم يكون في السكة قلش لو كانت تغلط في فهم الموضوع مفهما جيدا تغلط في الباكالوري علاش جماعة قلش على باليب للهنا بزاف تلاميذ يسموه الالتزام الشعر السياسي ضيقوه دوره واسع ضيقوه بزاف معلاليش من جبوها الفكرة هاي يقدروا يكونوا جبوها من راسهم يقدروا يسمعوها من بعض الأساتذة المهم جماعة لو دير في باله بالليل الالتزام والشعر السياسي راك غالط صلح صلح الاشكالية دي في راسك الالتزام أوسع بكثير ما تقدرش تحبسوا انت الالتزام يدخل في أنواع الشعر السياسي واجتماعي ويدخل في النطر في المقاعر في القصة المسرحية أي كاتب يدافع الوطن تاعه يعتبر ملتزم سواء كان في الشعر السياسي والشعر الاجتماعي والمقاعر والقصة والمسرحية في الشعر في النطر في الرجيس في الموسيقى في المهم فن وخلاص صح واش تسحق نتيار كعناوين كأفكار تضبط بها المسألة ندروا مخطط جماعة بعد نبدأوا بالواحد صح واش تسحق تسحق أسباب الالتزام أعلاها التازم وشيخ وتسحق تعريفه وتسحق رواده شعرائه وتسحق خصائصه ولا مظاهره خصائص الالتزام مظاهر الالتزام وتسحق أغراضه ونزد دايماً مواضعه ربه ألفته ليقرأ عندي نزد مواضعه ونتضبط المسألة ضبطاً جيداً هكا كالتلميدي يعرف مين يبدأ وين يخلص مع أولاد درس طوال بزاف ما تقسموه على جزئين شوف أنا بك الميز لا يوجد فيديو طويلة بزاف طح الأولاد بسم الله ما نكتب والو ما نملي نشرح وانتهيانا في كيزاماك يوتيوب هذا جماعة تقدر بوز وتعود سمع التهد أسباب الالتزام شوفوا الأولاد ركز علاش الشعراء ولو يدافعوا الوطن ما هي الأسباب لخلات المنطقية لخلاتهم يدافعوا الوطن أشفها كين بزاف أسباب هي ثلاثة قاوية قاوية مرة كين ثلاثة أسباب قاوية برحة وشنو هي الأقوى فيهم كي ليهود صهينا استعمروا فلسطين اسموها النكبة الفلسطينية صارت سنة 1948 كي ليهود ساحتلوا الأراضي الفلسطينية العربية وش داروا الشعراء دافعوا عن هذه الأرض العربية إذن لما الشاعر دافعوا عن الفلسطين وش ولوا أصبح ملتزم إذن وش ولدفع الشعراء إلى الالتزام هو القضية الفلسطينية إذا نسيت كلمة النكبة قل القضية الفلسطينية صح تاني سبب تاني سبب هي الثورة الجزائرية الثورة الجزائرية والقضية الفلسطينية هي أكبر أسباب الالتزام لما جاء اليوم المبارك هذا كتاع 1 دوفم 54 وقر المجاهدين الجزائرين إعلانها ثورة عالمة وشاملة لربع الوطن كامل الوطن العربي ما صارت ثورة وأمل فيها خيرا ودعبوها وهذاك الدعم خلاهم يدافع عن قضايا الوطن العربي إذا خلاهم ملتزمين ما كاش طوراتين جماعة شغلت بال العرب جميعا كما جزائر وفلسطين على بنابالي الدول الأخرى العربية صارت فيها أشياء هكذا ثورات ومحاولات وكل شيء بالصح ما كاش طورة شغلة العرب ما عاد الجزائر وفلسطين جماعة كو حقرين نروحكم أنتم تزاير دلنا ثورة عالمية وثورة من أعظم ثورات التي عرفها العصر الحديث بعد الحرب العالمية الثانية وما هو السبب الثالث السبب الثالث هو انتشار الحركات التحررية على بلكم باليمر الحرب العالمية الثانية العرباء كانوا محتلين أغطار السعودية التي استقلت بعد الحرب العالمية اللولى فكي لقيت الحرب العالمية الثانية العرباء مستعمارين من طرف الاستعمار هذا المختلف بريطانيا فرنسا كو على بلكم إذن الوطن العربي كان محتل وش انتشرت في الوطن العربي الفكر التحرري والحركات التحرورية كل بلاد كانت حبا تدي الاستقلال ديالهان من الاستعمار القادم انتشاء الحركات التحرورية خلال الشعراء يتأثروا به والحركات الالتزام شعر الالتزام يعكس الفكر التحروري بهذا ديكم نشوفوا في اغراضه ونقوا غالبا ما يجي في الباك يجي شعر سياسي التحروري لان الالتزام رهو واسع بالصح يركز بالزال على الشعر التحروري لان الحركات التحرورية كانت سببا في التزام الشعارة صح إذا عندك أسباب أخرى زيدها لك تعريفه لأولاد كان واحد تعريف أراه شايع بزاف يضر بزاف عند الأساتذة في صحيحة نموذجية وش يقول قلوا هو أن يسخره أكتب الشاعر خلالنا هدروا على التزام في الشعر خلمه يعني فنه لخدمة قضايا وطنه تقول أمته لأن الوطن أصلا نقصد به الوطن العربي ليس نقصد غير بلاده أمته الأمة العربية نفس الشيء السياسية والاجتماعية واقتراح الحلول لها إلى حد إنكار الذات في سبيلها إلى حد إنكار الذات في سبيلها أنا عاود شمعت الالتزام جماعة الالتزام أن يسخر الشاعر قلمه لخدمة قضايا وطنية ما عندها الدفاع عن الوطن ولكن الشاعر باش يدافع الوطن يدافع الوطن بالقلم كفاح أدبي كفاح فني أن يسخر الشاعر قلمه لخدمة قضايا وطنية وشنو هي هاد القضايا؟ قضايا سياسية واستماعية جماعة هذا ثاني تنبيه خطير في الالتزام بالي كل أولاد اللي هم ديرين في بلون باللي يجي شاعر سياسي برك يغلطوا والله يا جماعة كل عام ننبه عليها سواء في الفيديو وكين شرح الدرس ولا في المراجع الشيان ديلا ولا في الضورات الاندراء ومع ذلك ما زلنا استغلط ما على بريش عليه وكأنه الناس ما تستفيدش من دوروز دايما يقولو لكم بالالتزام والشاعر السياسي الشاعر سياسي كيندرسوا الظواهر الأدبية المختلفة والظواهر الأدبية جيف سياسية جيف اجتماعية جيف بارتل إذن ركزها الأولاد عندك ضاياة الالتزام يقدر يجي غرضها سياسي كما يقدر يجي اجتماعي كما باك ألفين روحوا اضربوا طلاجنا باك ألفين وثلتاش أدب وفلسفة وباك ألفين وثنين وعشرين علمي ما باك دوميل فاندو علمي يسقسوا التلاميذ لم يزالهم وميشاهدوا كنت الواحد اللي نبهتم عن هذا الفكرة قال لك الولاد يقدر يجي التزام اجتماعي الالتزام ما يجيش غير شع سياسي دخلوا لباك القاومة في ذي زكريه هدر على الشباب والأخلاق والأخر وما قال لهم هل هو ملتزم واش تقول له نعم لأن الالتزام يجي سياسي أو اجتماعي إذا تحققت شروط دياله والخصائص وبينها بلي قيك يقول لك هل في العربية بينها بلي جواب نعم مع أنت الشروط تحقق تحوس عليها فقط الفهم الولاد إذن هاد القضايات على الوطن ما طبيعتها يا سياسية اجتماعي راك ماركيت غلطات من أخطأ الشائعة راك سكمتها ديش من بعدها يقترث لحلول ما يقعت موقف المتفرج على هموم الأمة أو مشاكلها إلى حد ينكار الذات لسبيلها بعدها يقدر يضحي على جهل يضحي القضية خاصة إذا كانت بلاد وكما مفدي زكريه تخلي الحبس على جهل القضية التعود والسوفرة إلى آخره إذن ما ما تدعمش القضية غير بالشعر وإنما ضحى من أجلها أنكر ذاته ضحى بذاته من أجل القضية التي التزم بها وابتنع بها ممتاز ما تدعمش القضية؟ قاعدوا تعاودوا تعاودوا حتى تحفظوا لا تقرأ ليوم تحفظوا عاود لي ثلاثة أسباب الالتزام معاود تعريف الالتزام كي تكمل أفنسي معي طح رواده رواده الولاد كنت قادر كما محاول الأخرين نعطي لكم ثلاثة أربعة رواد وخلاص وكني لأسف الباكس ساونا على الجزائريين وعلى فلسطينيين وعلى عرب فلسطينيين جزائريين وعرب يقدر يقول لكم ثلاثة شعراء ملتزيمين كم يقدر يقول لكم ثلاثة شعراء ملتزيمين جزائريين دافعوا القضية الجزائرية هنا تقولوني تحفظ الأولاد وش نديرو نعطيكم قائمة شفوية ومع خيروا منهم ثلاثة 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 قائمة هيكتبوا الأولاد كلما نكتب الأسموات تعال الشعراء تبدو تضحكوا عليهم ملا منزيش نكتب نملي الأسموات هي جاي كيمهاك ماشي أنا خيرتها لو الله غالب الأسموات تعال الشعراء جاي كيمهاك لكن توما تحبوتها نمر الأولاني مفدي زكريا هكتب مفدي زكريا بالقاسم خمار جماعة بالنقطة هنا خاء باكتنحي النقطة هذه ولا تنبزوا بالألقاء وتكنتم تحبوا التنمر بالقاسم خمار محمد الصالح باوية عام ثلاثة جزائري فلسطينيين محمود درويش جماعة محمود درويش من مرمدينه واحد محمد واحد حمد واحد محمود هاو اسموه محمود هجماعة محمود درويش ساميح القاسم فدوا طوقان عرب نيزار قباني سوري سليمان العيسى سوري عبد الوهاب البياتي عراقي اعطيت لكم ثلاثة جوا في الباك جماعة لا كتبتهم جوا في الباك هذا اسماء وردت اسماء هون درويش وكانوا وضخرين بزر صح الخصائص واش ندير الرواد نحفظ على الأقل ثلاثة 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 وكل متى القاراة جديد جديد كتب اسمه على الأقل تكون شايفه لجزائري ولا فلسطيني ولا ولا ما شي لا جزائري لا فلسطيني لا عربي صح الخصائص الولاد لازم على الأقل خمسة ولا ستة ربعة خمسة ستة دو كوش ندير ناخد قاعة الميساحة هذي نكتب ومعنا عاول نمسح ومعنا تلك المخطط في الدار كمري واشنه الخصائص اول خاصية اللي ما يتمشاش الالتزام بلا بها هي النزعة الوطنية واحيانا القومية جمعا من ذاك يجي سؤال عليها هي بالذات يقول لك ما العلاقة بين النزعة الشعر والالتزام ما العلاقة هاي العلاقة شوف النزعة هي أهم خاصية للالتزام واشنه النزعة هي خاصية من خاصية للالتزام هي الخاصية الجوهرية هي أهم مظهر من مظاهر الالتزام بحيث ما يقدرش راه ما يمكنش يكون ملتزم ولم يمكنش عنده نزعة وطنية وقومية خمم شوف جمعا وش ما عندهم فهم الالتزام والدفاع عن الوطن والوطن هذا وسح يكون إذا كان بلاده نزعة وطنية وإذا كان عند العرب نزعة قومية إذن النزعة الوطنية القومية هي أهم خاصية من خصائص الالتزام هي أهم مظاهر من مظاهر الالتزام صح نحقول أرقام بسكير ما ساعدوناش ثنين ما هي ثنين معالجة قضايا سياسية أو اجتماعية يعني يجب أن تأكدت عليها تلاميذهم على بلهم طبيعة الموضع وش لازم يكون؟ هي سياسية اجتماعية وعنا على بالي في الباك جو قال لي باك تالالتزام جو سياسي إلا زوج وعنا أعطيت لكم سكون باك فين تلطاش أدف الفلسفة أو فين تنعشين علمي واللغة تلعقوا باليكم إن شاء الله شاء الله هم يتصل في عراسك كما كانت في عراسك حتى يتم تلقى تلك سيئة سيئة تلحق الموضوع ويستطيع أن تصبح تعملهم كما يقوم بسكتها ويرجب أن تفرحوا لم تفرحوا ثلاثة لماذا لا يوجد أن الولاد في الظهر الالتزام؟ تريد أن يجلب الأفكار الغير عادية تريد أن يجلب الأفكار جديدة لأن الالتزام فقط سوف نعطيكم الرقم من عشرة مواضيع باكالوريا من عشرة قصائد سبعة منهم إلتزا مع أنت حوالي نسبة ولوده في الباكالوريا في الشعر 65-70% إذن موضوعك يتكرر بزف خلاص يقول لي مستهلك وش يقول له يقول له يبدعه في عوض ما يقول لنا أذكر رواده يقول لك أذكر ثلاثة رواد جزائريين فلسطينيين في عوض ما يعطيك قضية باينة سياسية يعطيك قضية اجتماعية وهكذا يبدأ يجددو في الأفكار دياله معالجة قضية سياسية اجتماعية ثلاثة اقتراح الحلول مع المهم يقترحها لا يبقاش متفرج ولكن من أشهر الحلول الموجودة في الشعر السياسي يعني نهطر الثورة زائد الوحدة جماعة احنا باش استقلينا واشنو هو الحل كان الثورة قروض التحريح بالصح ثورة زائد الوحدة واشه معناه؟ مشي ثورة غير في الأولاس شتور لذلك المقولة العربي بالميدي واش كان يقول ألقي بالثورة إلى الشارع يلتقطها الشعب ولا لحكسك لا إلى الشارع يلتقطها الشعب واش معناه؟ كان حايب بالثورة انتشر في الأوراس في القبائل في الشرق في الغرب في الشمال في الجنوب كامل علاش؟ إذا قضوعت ثورة في الأوراس ما يقضوش عليها في مكان آخر لازم الشعب كامل يشارك إذن واشن هو الحل؟ يكيفاح المسلح ثورة المسلحة وبالشرط تكون الوحدة خلاص الولاد هذي أشهر الحلول شتوه من النشيد الوطني جماعة إنه ماشي حفظ نشيد الوطني يحط ستيله ويخرج بلا ما نقول لك روح 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 خبي وجهك روح النشيد الوطني مفدي زكريا واش كان يقول يا فرنسا قد مضى وقت العتاب راح وقت الهضرة الحل الحل موش النقاش والحوار والديبلوماسية والسياسة الحل واشن هو ثورها كيف راح المسلح تستعدي واخذي مننا الجواب واشن هو الجواب الجواب هو قالوا في البداية عن نشيد قال قاسها من بالنازيلات الماحيقات واشنوا النازيلات الماحيقات هي الأسلحاء البارود والصواريخ على لأن لغة السلاح ولغة الثورة هي الحل الوحيد في نظر الثوار في نظر الملتزمين خلاص الثورة زائد الوحدة ولكن ما يمنعش أنه الشاعر قد يقترح حلولا أخرى لا حسب القضية السياسية لو يعالجها ولا حسب القضية الاجتماعية لو يعالجها ولكن دور الأستاذ هو ينبه التلميذ على وشو صاري في السيجي إذن أنا نربهتك وشو صاري في المواضع صح ربعة ربعة التكلم باسم الشعب أو الوطن كيف يتكلم باسم الشعب والوطن يستعمل يالضامير أنا يالضامير نحن ضمائر المتكلم لولاد شو معنى يتكلم باسم الشعب والوطن هنا أخي بسؤاتي دم يقولوا لها شاك دم أنا حبيت نكتبها كبش جي سهلا ولكن يقولوا الشاعر لسان قومه والضح وله يقول الشاعر لسان حال أمته وش معتا الشاعر لسان قومه معتا الشاعر مهضرش باسمه يقول أنا أو لا نحن باسمنا يضر باسم الشعب الجزائري باسم الأمة العربية باسم الفلسطينيين أعطيك مثال أو قاسم خمار باك 2014 يقول أنا في معجم الفخار جزائر أنا شعب شعاره أنا ثائر أنا للخلق قبلة وصلاة أنا للخلد بهجة وبشائر ما عاش حال ما سمعتم أنا 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 هل أنا الموجودة عند الشاعر هي ذات التاعب لا وأنكر ذاته في تعريف قناة ما يهضرش على رؤون ولكن الأنهي شعب الجزائري الأمة جزائرية باك 2012 علمي محمود درويش يقول أيها المارون بين الكلمات العابرة أيها المارون بين الكلمات العابرة منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا منكم دبابة أخرى ومنا حجر منكم قنبلة الغاز ومنا المطر وعلينا ما عليكم من سماء وهوى فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا وادخلوا حفل عشاء راقص وانصرفوا فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء هنا يا الشاعر وش قال؟ قال 12 مرة إلى 13 مرة نحن من نحن؟ نحن الشعب الفلسطيني نحن الأمة الفلسطينية إذن الشاعر وشنو؟ لسان قومه يتكلم باسم الجميع صحة خمسة خمسة وشنو هي؟ التفاعل العاطفي مع القضية ولا بتغيان العاطفة ولا اسميها بروز العاطفة باختصار وش معنى؟ لا يعقل أن الشاعر يتكلم على قضية الوطن ولا يتفاعل معها عاطفين فالشاعر يعتمد على القلب لا على العقل إذا تكلم على الوطن رحمة شفقة حب افتخار تمجيد إذا تكلم على العدو غضب سخط حق احتقار استهزاء إلى آخره لازم العاطفة تكون ضائرة وبارزة ساديسا ما عليش ستة نحن في العدن نلحقها ستة نقول له خطاب ولا أسلوب التهكم التحدي ولا التهكم خطاب التهكم ولا نبرة التهكم ولا التحدي جماعة الملتزم تلقى عنده نبراتين النبرة الأولى توجه العدو يتحدى يقول له بلا ركح تخرج يجي نهار وين تخرج يجي نهار وين نغلب ولقد نفوز ونحن أضعف أمة وتأوب مغلوبا وأنت الأقدار 2012 2011 لغة شعر قرو إذن هنا وشو يدير ويتحدى فيه بللي نضعف ولكن نغلب ولا أسلوب التهكم كما الآن محمود درويش قلت قال له وادخلوا حفلة عشاء مراقص وانصرفوا هذا أسلوب تهكمي سخرية ماشي صح بداخلين حفلة ولكن يقولون تومة بالنسبة لكم مجزرة وكأنها حفلة مراقصة مجزرة عندكم ولا تشغل نورمال كيميتو درويش صغار والعجايز إلى آخرين لهذا كاين أسلوب التهكم في الغالب أو أسلوب التحدي هتلقاهم في زوج على الأرقل تلقى واحد منهم لولاد هذ المظاهر الالتزام لخيرتلكم هما السهلين أسهل مظاهر الالتزام ماشي هما فقط لكاين وكن هما الأسهل لسهولة استخراجها منها النص بلكوا عليهم بزاف حاذروا لي عليهم ياسر أجمع أحفظهم دير بوز وبدأ تحفظ دير فيها بوز وأحفظ مليح لأن الخصائص هي الصح في كل أي وحدة الخصائص هي الصح يا صاحبي ما حبش التمسح ياشو واحد ضربني بعين كاش واحد كاش أستاذ بتربني بعين آه دخلت استمتع الشيخ بالتلاقة واللاباقة والسهولة والتنظيم والفن قول برك قول وما تديها عليها قول برك أدامك جي مشكل هاي الأولاد أغراضه صح عندك سياسي شعر يقول لك ما غرضه شعر سياسي وشعر اجتماعي هاي غرضين شعريين والشعر السياسي ينقسم إلى سياسي تحروري وسياسي ملحامي عندك وشنولة ويجيب الزفل باك والشعر السياسي لا الملحامي ولا الشعر اجتماعي صحيح موجودين في الحياة هذه ما نكونوا شو وجودهم صح وش معنى شعر سياسي التحرور يكتب عندك الأولاد اكتب يدعو إلى الثورة وإلى تحقيق الحرية ويكشف جرائم الاستعمار هاي شعر سياسي التحرور يدعو إلى الثورة وإلى تحقيق الحرية ويكشف جرائم الاستعمار معناها بش تقول لي شعر سياسي التحروري لازم يكون يهضر على هاته ثلاثة، إما يدعو الناس للحرية وبين فضل ديلها إلى آخره وإما يدعو للثورة، قلت نوضي الثورة ضد المستعمر ولا يكشف لك جرام باستعمار باش يعمرك عليه باش تنوضي الثورة باش تجيب الحرية على بي اسمه شعر سياسي تحروري والاسمه الثانيك شعر سياسي ثوري الثانيك صحيحة ثوري طحا، أما الملحمي يصف بطولات الثورة وأمجادها وإنجازاتها وأحيانا بطريقة خرافية خيالية، مع أن تمشي بالضرورة تكون أمور صحيحة ماش حقا اقتاريخية، وتعرفوا الناس يكونوا نزوخوا ذعما باش يديروا المجاهدين عدنا شوية مبالغات هكا، نوصفوا البطولة تحن بوحد طريقة مبالغ فيها بطولية وهو شعر السياسي الملحمي جاكي معك، صح؟ والشعر الاجتماعي اسنوه؟ يعالج قضايا ومشاكل المجتمع ويقترح لها الحلول هذا هو الشعر الاجتماعي إذا جماعة يقول لك يلاقي غرض شعري أنت من نصر، تقول لك الالتزام، الالتزام ظاهرة تقول له الغرض واشنوه؟ إما شعر سياسي التحرري، إما شعر سياسي الملحمي، إما شعر اجتماعي، صح الأولاد أو أذكياء الله ببارك أذكياء ما شاء الله نمسح لكي نهضر على مواضعه ونختمها خاتمة حسنة سوف نقوم بعمل فيديو واحد أخر لأولاد الالتزام، ليس من ذلك فيديو واحد نحور الفيديو الجاية أنك نزيدها على الالتزام، وش ننركز؟ ننركز على الجانب التطبيقية، مواضيع، أفكار، نقول لكم شوية لسيجيل، أسئلة كيف هي جوة؟ مهم نزيد، خاتش الالتزام محور مهم، لازم تلميذ يكون مسلح فيهم ليه؟ صح أجمع، مواضعه، الأولاد، مواضع التاعولي كان في الالتزام الشيعة، وكان مواضع ماشي شيعة، موضوع رقم واحد الجزائر والي جيب زفر بار، جيزائر، موضوع الثاني فلسطين، موضوع الثالث الإلزام، سياسي قومي، واجتماعي، مع هدية ما كشبره في ديرها، صح أنا نركز عليها بزائف المواضيع، علاج، لأنه واش در ندوكا؟ يعتبر طرس نظاري، نظاري، تعريف رواد خصائص، صح هذا يعني، موش الحفظ في الحقيقة، ولكنه مفيد جداً للتلميذ حتى يعرف يحاصر الموضوع هذا، على وش يهضر؟ أنا نقرأ الالتزام، لازم تقول لي يا الشيخ، وعلى وش يهضر الموضوع باش نقدر نتعامل معه، مع أنت هد النقطة هذه اللي نختموه بها إحنا يلوك ما تكونش، تخسر لك يقع المحور، تلحق الورقات ولي زائر، وما أنت نظارياً تخلت فرحان، بالصحة طبيقياً زائر، إذن أعرف أيها التلميذ العزيز النبيل، إذا جاءك الالتزام، سيأتيك واحد من خمسة، إما يهضر لك على جزائر، إما يهضر لك على فلسطين، إما يهضر لك على إلزام، إما الشعر سياسي قومي، إما اجتماعي، وما شنو هادوما؟ نشرحوهم ونختموه في خمس نقاط، الجزائر، الأولاد، اكتب، وقول ما قتلكش، سيهضر واحد من أربعة، واحد، الدعوة إلى الثورة وإلى تحقيق الحرية، اثنين، كسف جرائم الاستعمار ومعاناة الشعب الجزائري، ثلاثة، تمجيد رموز الثورة وبطولاتها، كما نوفمبر يوليو، مؤتمر الصومام جميلة، بوحيرة إلى آخره ربعة، التغني بمبادئ وقيم الثورة التي كانت محل إعجاب العرب جميعاً، كما الوحدة، التضامن، التضحية، الجهاد، الكفاح، الصبر، مبادئ التي كنا فيها قدوة بالنسبة للعرب صحة، أما فلسطين، عندها خمسة الأفكار، الفكرة الأولى، الدعوة إلى الثورة وإلى تحقيق الحرية، اثنين، كسف جرائم الاستعمار الصهيوني، معاناة الشعب الفلسطيني، ثلاثة، تمجيد رموز الثورة فلسطينية، كما يهدر لك أسماء القدس، أسماء المدن، صلاح الدين، يسوع، الرموز على قضية فلسطينية، وكتلاحظ بلي ثلاثة اللولين تعزاب كما ثلاثة اللولين تعفل فلسطين، لأنها ما قضية تطورها في زوج، وكن يختلفوا فلسطين مع الأخرى، الرابعة تعفل فلسطين هي الحزن على فلسطين، هذه ما كشف تزاعل، وعلى تخاذل العرب في نصرتها، القضية الفلسطينية كينحزن وكينسب للعرب، فعلاش؟ لأنهم خلوا القضية الفلسطينية وحدها، خمسة، مشكلة الأرض وحق اللاجئين في العودة إليها، وزرع الأمل في قلوبهم، واكتب دير بوز واكتب، حنا عندنا مشكلات على أرض، ما عندناش جزائريين مخسروش أرضهم جماعة، وكن فلسطينيين كل ما ميخسرو أرضهم، ومنتوما تعهد لعامك وشاهدين على الحكاية عغزة، وشهم يسي يديرو له، ما ميسي يرحلوهم لولاد، وهذه صرت في تلاتة وستين، وصرت كل مرة هاكا، كل عشرين سنة، خمسة سنة، تعودت صرت، إذن كانت مشكلات على أرض، أنهم فقدوا أرضهم، واللاجئين نازم يعود يقول له، في الشاعر سيثبت بله هذه الأرض أرضه، وعنده حق ما يقول له إلى آخرين، صحة، الإلزام وشن هو؟ الإلزام هو عكس الالتزام، هو أن يصدر الأديب فنه لا عن قناعة، وإلا عن إكراه، إجبار، رغبة ورهبة في الحكام، وش معناها؟ شيات، أكتبها في القوس ما تحشمش، شاعر شيات، إذا كان الشاعر الملتزم مع القضية الجزائرية، ومع القضية الفلسطينية، الملزم يكون هو؟ هو اللي ضد القضية، نسموه بالدرجة الحركة، وبالعربي الفصحى، شعراء الإلزام ولا شعراء البلاط، والأقلام المأجورة، لماذا؟ يخاف الحاكم ولا هو طامع فيه؟ السلطة الاستعمارية، يمشي معها، إذن جماعة نتبه، في الباك، ليس قصيدة إلزام، لا نقرأ على شاعر الحركين، نقرأ عليه، لا، ولكن من قشاعر التعقضية الجزائرية والفلسطينية، يسب ويهجوا بعض الشعراء الساكتين عن الحق، المطبلين للعدو، والساكت عن الحق شيطان أخرص، ويقعد يسب فيه، كما باك 2015 علم إجماع، الشاعر نزر قد باني، كتبوا لهم قلوم، الشاعر يخاطب فيه، أم الشعراء شكونية، كنت سنة من الكبر، قلوا الإلزام، بما وصفها، قلوا وصفها أنه خائن، أنه ساكت الحق إلى غري، يقول، والشاعر يعمل حوذيا لأمير القصر، يمسح للحاكم معطفه، ويصب له أقداح الخمر، شيات، ويوصف من؟ شعراء البلاط، ولا شعراء الإلزام، خلاص الأولاد، هذه فكرة صغيرة، أنتم ممكن تدخلوا الأقسام، يخلطوها لكم الفرق بين الإلزام والالتزام، تحسب لك بليه درس جديد، هو ما درس ما هو له، جماعة الإلزام ماشي داخل في البروغرام، هو مجرد فكرة صغيرة، ما تجيش وحدها أصلاً في الباك، تجي مع قضية جزائرة فلسطينية وقتاش، لما الشاعر يحب يسيب شعراء المطبطين أو المتثاقلين عن نصرة القضايا الواقع، شعراء لي ماشي ملتزمين، صح، سياسي قومي، لأولاد أنت بواد الفكرة هذه، أروع، صارت زوج مرة في الباك، جماعة، هل التزام مغير تزاير فلسطين؟ لا، يقدر تونسي دافع على تونس، مغربي دافع المغرب، مصري في العدوان تولاتي، مصري دافع على مصر في العدوان تولاتي، يعتبر ملتزم؟ لا لا لا، أكيد أنه ملتزم، إذن الأولاد ببالكوا، يقدر يكون قومي، وش معتها قومي مع أن تهضر على العرب عموما، ماشي غريع جزائر، ماشي غريع فلسطين، ماشي فلسطيني دافع على فلسطين، ماشي جزائري دافع على الجزائر، قضية عربية كأن يكون قضية صحراء الغربية، قضية ماصر، العراق، تونس، ولا يقدر يكون شاعر عربي يدعو العرب جميعا إلى الثورة، لماذا قد في البداية أن العرب في واحد الوقت كانوا مستعمرين كامل، إذن يدعو العرب جميعا للثورة، انتبهوا هذه الفكرة جمعة، جاءت في باك 2009 أدب وفلسفة، أمل دانقل، دعوة العرب جميعا إلى الثورة، وجاءت في باك 2013 علمي نزال قباني دافع على بيروت، لبنان، التزام ولا ماشي التزام، التزام، لبنان أصلا صار لها مشاكل مع الصهايمة، وهجموا على جنوب لبنان إلى آخر، نفس القضية، إذن لولاد بلاكوك يكون شاعر سياسي، ويكون تحرري، وصح ميها ضجعة تزاير، ما ضجعة فلسطين، علمني هادر يدعو العرب للطورة والتحرر، يدافع على بلد آخر، ويريد أن يحرر بلد آخر، إذن هنا يكون شاعر سياسي تحرري، ويكون التزام بالصحة، لا تزاير لفلسطين، مش كما أغلب التلانيد فهموهم، يعرفوا غير تزاير فلسطين، شاعر سياسي وتزاير ولا فلسطين، والأمر رأوا أوسع من ذلك، والباكالورية الأخرانية رأوا منجوا فيها أفكار، عاديك تعازل موضوع سطنضار فوتها، صحة، اجتماعيني قلتها، جاء في الباكة ٢٢٢٠٠٠٠٠، يعالج قضية اجتماعية، ما شي، قاع قضية سياسية، شوفوا الأولاد، هادوا قاع قضايا سياسية، وهذا اجتماعي، ثم يجيب بزاف شعر سياسي، على أبيها الأولاد يسموه شعر السياسي، ولكن هذا غلق مئة في المئة، يقدر يكون اجتماعي، إن شاء الله يكون الشرح هذا بسيط، ومفهوم، ووصل للرسالة، هذا هو الأساس جماعا، يجب أن تفهم بالمخطط هذا، بها الطريقة هذه على المخططات، نبصر لكم الأولاد، بل هذه المخططات هذه، بإذن الله بعد العطلة نخرجها لكم في كتاب، كتاب مخططات العربية، مع منشورات كورديزات، يعني نوجد فيها، نقريب نكملوه، بإذن الله بعد العطلة، ننتظروا مخططات تاعي في كراس، ننجع بها للباكالوريا، نخرجها، نسيقع لأولاد بإذن الله قاعد الحكم، بس نوجدوا بهم الباكالوريا، حتى القواعد والبالاء، كل شيء مخططات معها، على بعض هذه الطريقة هي الأساس تبسط، وتوضح، وتتحاصر، ومتخليش معلومة، مبهرة، بزاف الكلام، مثل الأمثلة والتطبيقات، كله في مخطط واحد فوضى هذه جماعة، إذن انتظروا الكتاب، إن شاء الله تعالى المخططات بعد العطلة إن شاء الله، نتلاقوا على خير، بوفق الأولاد، ابتسم أنت الاستسجار.